يواصل أفراد المجتمع البحريني تلقيهما الجرعة المنشطة من تطعيمي فايزر وأسترازينيكا من كبار السن وممن يعانون من أمراض نقص المناعة وذلك بهدف تعزيز المناعة المكتسبة لديهم بما يسهم في تعزيز المناعة المجتمعية والقضاء على الفيروس في مملكة البحرين بشكل أسرع للمساهمة في كبح انتشار الجائحة العالمية تستمر مملكة البحرين في إعطاء الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا لمن أكمل ستة أشهر من تطعيم فايزر أو تطعيم أسترازينيكا من كبار السن ومن يعانون من أمراض نقص المناعة حيث أنها تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين والمقيمين وذلك ما يؤكد على وعيهم المجتمعي في الحفاظ على صحة الجميع والتأكيد على تكاتفهم مع فريق البحرين الحمد لله النوص صارت أوعة ويعني زاد الإدراك في المجتمع البحريني من كل الفئات فصار عندهم أقبال أكثر على الجرعة المنشطة لأن يعرفون بأهميتها جرعة المنشطة طبعا إذا يكون كبير في السن أو من أمراض المزمنة يقدر يأخذ الجرعة التنشيطية بعد شهر هذا في حالة أن ما نصاب كورونا هاي السنة يعني إن نصاب كورونا هاي السنة بتكون ما إلى جرعات تنشيطية عملية التحصين هذه من خلال الجرعة المنشطة تأتي بهدف تنشيط ذاكرة الجهاز المناعي ليكون مستعدا للقيام بدوره إزاء الفيروس وهو الأمر الهام خاصة وأن فيروس كورونا يعد من الفيروسات المتغيرة والمتحورة ليحقق المجتمع بذلك أقصى استفادة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نحث الأشخاص بمختلف الفئات العمرية لأخذ الجرعة المنشطة ليساهم بحد كبير في رفع المناعة منوعة الجسم وقد شهدنا إقبال كبير على أخذ الجرعة المنشطة وهذا اندال دال على اتفاع نسبة الواعي لدى المجتمع مملكة البحرين تعاملت بشكل إيجابي مع فيروس كورونا منذ بدايته إلى الآن ولم تألو جهدا في توفير كافة التطعيمات المضادة لكورونا الأمنة والفعالة للجميع بمختلفها فأخذ الجرعة المنشطة إلى جانب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من فريق البحرين هي التي ستؤمن الحماية الأفضل للجميع فالواجب الوطني هو عدم الإنصات للإشاعات المغلوطة وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وذلك لتحقيق كافة الأهداف المرجوة تكثيف حملات التطعيم لتلقي الجرعة المنشطة يؤكد على مواصلات مملكة البحرين في إعطاء المجتمع مناعة تقيهم من خطر الإصابة والتخفيف من أعراضها نظرا لدورها الهام في تحفيز مناعة الجسم للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين